اشتركوا في القناة عن أبي عمر وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعي بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن سفيان رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو أحدا غيرك فقال قل آمنت بالله ثم استقم قولوا قل لي في الإسلام الإسلام أيها الإخوة يطلق على معنيين معنى عام ومعنى خاص فأما الإسلام بالمعنى العام فهو الاستسلام لله تعالى في كل زمان أو مكان كانت الشريعة فيه قائمة وعلى هذا فأتباع الرسل في من سبق هم مسلمون ولهذا قال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وقال عز وجل عن موسى فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فكل من خضع وانقاد لشريعة من سبق فهو مسلم بالمعنى العام المعنى الثاني من معنى الإسلام المعنى الخاص وهو الاستسلام لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم التي ارتضاها الله تعالى لعباده وأتمها وأكملها وليس هناك دين مقبول سوى دين الإسلام قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فكل دين سوى دين الإسلام فإنه باطل ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار فكل من بلغته رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن بها فإنه من أصحاب النار لأن رسالته عامة قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وفي حديث جابر بن عبد الله وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة يقول عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله الإيمان في اللغة بمعنى التصديق آمن به أي صدقه ومنه قول الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا وأما شرعا فالإيمان هو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان فالإيمان يتعلق بالقلب واللسان والجوارح والدليل على أن الإيمان يتعلق بالقلب واللسان والجوارح قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وعدناها إيماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان فقوله الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول هذا قول اللسان وعدناها إيماطة الأذى هذا عمل الجوارح ثم قال والحياء شعبة من شعب الإيمان وقوله قل آمنت بالله أي وبما يجب الإيمان به ولهذا لما سأل جبريل عليه السلام الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قالوا قل آمنت بالله ثم استقم ثم استقم أي على شريعة الله وهذا التوجيه في هذه الجملة قل آمنت بالله ثم استقم مأخوذ من قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فهي بمعنى قل آمنت بالله فقوله قل آمنت بالله هذا عمل القلب وهو يدل على الإخلاص ثم استقم هذا عمل الجوارح وهو يدل على المتابعة فهذا الحديث يدل على أنه ينبغي للمؤمن ينبغي للإنسان أن يؤمن بالله عز وجل وبما يجب الإيمان به ثم يستقيم على شريعة الله ولا يحيد عنها يمنة ولا يسرع وفي قوله عليه الصلاة والسلام ثم استقم وفي الآية الكريمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا دليل على أن ما يعبر به بعض الناس عن من يكون متبعا للشريعة بقولهم هذا ملتزم أن هذه العبارة خلاف ما جاءت بها النصوص الشرعية لأن الله عز وجل قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وقال قل آمنت بالله ثم استقم ولم يقل ثم التزم هذا من ناحية النصوص الشرعية أيضا من حيث المعنى أن كلمة ملتزم عند الفقهاء يدقل فيها غير المسلم فكل من التزم أحكام الإسلام وإن كان يهوديا أو نصرانيا فإنه يسمى ملتزما ولهذا في الحدود لما ذكروا شروط الحدود قال لا يجب الحد إلا على آقل بالغ ملتزم يعني ملتزم بأحكام الشريعة عالم بالتحريم فالتعبير بقول التعبير بأن يقول هذا شاب مستقيم خير من أن يقول هذا شاب ملتزم قال رحمه الله الحديث الثاني والعشرون عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم رواه مسلم ومعنى حرمت الحرام أي اجتنبته ومعنى أحللت الحلال أي فعلته معتقدا حلة هذا الحديث يقول فيه النبي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت أي أخبرني أرأيت إن صليت المكتوبات يعني صليت الصلوات المكتوبة وهي خمس صلوات أي أني اقتصرت على الصلوات الخمس ولم أزد عنها ولم أنقص وصمت رمضان وصيام رمضان أحد أركان الإسلام كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قُتِب عليكم الصيام كما قُتِب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وأحللت الحلال أي فعلته معتقدا حلة وحرمت الحرام أي اجتنبته اجتنبته معتقدا تحريما فلابد من الاعتقاد فالإنسان الذي يفعل الحلال لكن يعتقد أنه محرم لم يحل الحلال فإحلال الحلال أهم أمر فيه أن يعتقد حله حتى وإن لم يفعله وتحريم الحرام أن يعتقد حرمته حتى وإن لم يجتنب فلابد من الاعتقاد لكن تمام ذلك أن يفعل الحلال ويعتقد حله وأن يجتنب المحرم ويعتقد تحريما فإنه في هذا الحال يدخل الجنة وهذا دليل على أن الاقتصار على الواجبات لا يمنع الإنسان من دخول الجنة ولهذا قال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فمنهم ظالم لنفسه ظلم النفس يقول بواحد من أمرين إما بترك واجب وإما بفعل محرم فمن ترك واجبا فقد ظلم نفسه ومن فعل محرما فقد ظلم نفسه ومنهم مقتصد المقتصد الذي يقتصر على الواجبات ولا يفعل شيئا من السنن ومنهم سابق بالخيرات الذي يفعل الواجب ويأتي بالتطوعات التي تكمل هذه الفرائض وترقعها وتسد ما يحصل فيها من خلل قال أدخل الجنة قال نعم والجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها الجنة هي الدار التي أعده الله تعالى لعباده المتقين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهي موجودة الآن ولهذا قال الله عز وجل قال في الجنة أعدت للمتقين كما أن النار موجودة الآن فقال عز وجل في النار أعدت للكافرين والنار أعذنا الله وإياكم منها النار هي الدار التي أعدها الله تعالى للكافرين فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال والجنة والنار موجودتان كما في الآية الكريمة وكما في حديث الكسوف فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كسفت الشمس في زمنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف وعرض عليه في موقفه في صلاة الكسوف عرضت عليه الجنة والنار قال عليه الصلاة والسلام رأيت الجنة وذلك حينما رأيتموني تقدمت ولقد هممت أن آخذ منها قطفا ولو أخذت منه لأكلتم منه ما بقيت الدنيا وأوريت النار وذلك حينما رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها إذن الجنة والنار موجودتان ومهيئتان الجنة لعباد الله المتقين والنار للكافرين فهذا الحديث يدل على أن اقتصار الإنسان على الواجبات لا يمنعه من دخول الجنة لكن الأفضل أن يستزيد من التطوعات سواء كان ذلك في ما يتعلق بالصلاة أو الصيام أو غيرها فينبغي لك إذا فعلت الفريضة أن تشفعها بالنوافل التي من جنسها لأنها تكون مكملة لها ومرقعة فالإنسان مهما حرص على إكمال الفرض لا بد أن يقع فيه نقص وخلل هذا النقص والخلل يكمل بهذه النوافل والتطوعات التي شرعها الله عز وجل الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الحارث بن عاصم للأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأن أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم هذا الحديث حديثة بمالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان الطهور بضم الطع أي الفعل وذلك لأن القاعدة فيما كان على وزن فعول ما كان على وزن فعول فإن كان بالضم فالمراد به الفعل وإن كان بالفتح فالمراد به الآلة فتقول مثلا الطهور والطهور فالطهور الماء الذي يتوضأ به أو يتطهر به والطهور هو الفعل وتقول السحور والسحور السحور هو الطعام الذي يتسحر منه أو به والسحور هو نفس الأكل كذلك أيضا السعوط والوجور فكل ما كان على وزن فعول فإن كان بالضم فهو للفعل وإن كان بالفتح فهو للآلة والمراد به هنا الفعل يعني الطهور أي التطهر الطهور شطر الإيمان أي نصف الإيمان والشطر الثاني هو التحلي بالأخلاق الفاضلة وذلك لأن الإيمان تخلية وتحرية فيتخلى عن الأخلاق السيئة وما يضاد الشرع ويتحلى بالآداب والأخلاق الحسنة الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان هذه الكلمة الحمد لله ما معنى الحمد لله الحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما أو محبة وتعظيما والله تعالى يوصف بالحمد لأمرين لكمال صفاته ولجزيل هباته فهو يوصف بالحمد أولا لما له من كمال الصفات وثانيا لما له من كمال الإنعام هذا هو معنى الحمد ولهذا في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين نفسر الحمد بأنه وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما وليس الحمد كما فسره بعضهم بأنه الثناء فيقول الحمد لله أي الثناء على الله وهذا خطأ لأن تكرار أوصاف الحمد والثناء الثناء تكرار أوصاف الحمد ويدلك على ذلك حديث أبي هرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وهذا يدل على أن تكرار صفات الحمد هو الثناء وثانيا مما يدل على أن الحمد غير الثناء أن الصحابة رضي الله عنهم حينما يصفون خطب النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنهم يقولون فقام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ولو كان الحمد هو الثناء لكان المعنى حمد الله وحمد الله أو أثنى على الله وأثنى على الله والأصل في العطف المغايرة وثالثا أن الثناء من الثني وهو الرجوع فإذا قلت الحمد بمعنى الثناء فليس هناك شيء يرجع إليه بخلاف ما إذا قلت الحمد لله الحمد وصف المحمود بالكمال ثم قلت رب العالمين هذا ثناء الرحمن الرحيم هذا ثناء يعني رجوعا على ما سبق فالمهم أن الحمد لله أن الحمد هو وصف المحمود بالكمال بالكمال حبا وتعظيما والله عز وجل يوصف بالحمد لما له من كمال الصفات ولما له من كمال الإنعام والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض هذه الجملة سبحان الله والحمد لله جمعت بين النفي والإثبات ففي قوله سبحان الله نفي النقائص والعيوب وفي قوله والحمد لله إثبات الكمالات فيكون سبحان الله والحمد لله تملأان هذه الجملة فيها نفي النقائص عن الله عز وجل وإثبات الكمالات سبحان الله أي تنزيها لله عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته وقد سبق لنا في درس الأمس أن الله تعالى ينزه عن ثلاثة أمور أولا عن صفات النقص مطلقا كالظلم والنوم والسنة والعجز وغيرها ثانيا مما ينزه الله عنه عن النقص في صفات كماله فعلمه كامل وحياته كاملة وسمعه كامل وبصره كامل إلى غير ذلك من الصفات ثالثا مما ينزه عنه سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقين لأن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا كما قال الشاعر ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصى وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ أو هنا للشك ولكن هل هذا الشك من الراوي من الصحابي أو ممن روى عن الصحابي الجواب إن قلنا إن الشك من الصحابي فالمعنى أن الصحابي شك هل قال النبي صلى الله عليه وسلم تملأان أو قال تملأ وإذا قلنا إن الشك ممن روى عن الصحابي يعني من التابعي فيكون الشك حينئذ من التابع هل قال الصحابي كذا أو قال كذا وإذا دار الأمر بين أن يكون الشك من الصحابي أو ممن فوق الصحابي ممن روى عنه فالأصل أن يكون ممن فوقه لأن الأصل أن الصحابة رضي الله عنهم يرون الألفاظ الحديثية كما سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم قال وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض ثم قال والصلاة نور الصلاة أل هنا للعموم فألف الصلاة للعموم كما قال ابن مالك رحمه الله وصفة صريحة صلة أل فالصلاة يشمل الفريضة والنافلة الصلاة نور فالصلاة فرضها ونفلها نور نور في ماذا؟ نور في القلب ونور في الوجه ونور في القبر ونور في الحشر الصلاة نور في القلب هذا أولا ونور في الوجه ونور في القبر ونور في الحشر قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الصلاة يوما عند أصحابه من حافظ عليها يعني الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف يحشر والعياذ بالله مع أئمة الكفر مع قارون وهامان مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف لأنه إذا كان قد ترك الصلاة من أجل الوزارة فقد شابها هامان فيحشر معه وزير فرعون وإن كان قد ترك الصلاة من أجل المال فقد شابها قارون فيحشر معه وإن كان قد ترك الصلاة من أجل السلطة والملك فقد شابها فرعون فيحشر معه وإن كان قد ترك الصلاة من أجل التجارة فقد شابها أبي بن خلف تاجر أهل مكة فيحشر معه إذن الصلاة نور نور في القلب نور في الوجه نور في القبر نور في الحشر ولهذا تجد أن الذي يكثر من الصلاة تجد نورا في وجهه أن وجهه يكون فيه نور وإضاءة بسبب كثرة الصلاة ولهذا جاء في الأثر من كثرت صلاته في الليل حسن وجهه في النهار والصلاة نور والصدقة برهان الصدقة برهان والصدقة ما هي الصدقة الصدقة هي بذل المال تقربا إلى الله فكل مال تبذله تقربا إلى الله فهو صدقة سواء كان زكاة واجبة يعني صدقة واجبة وهي الزكاة أم صدقة تطوع وسميت الصدقة صدقة لأن بذلها يدل على صدق إيمان بذلها لأن المال محبوب إلى النفوس وتحبون المال حبا جم فكون الإنسان يبذل هذا المال تقربا إلى الله وابتغاء لمرضاته دليل على صدق إيمانه والصدقة برهان والصبر ضياء والضياء هو النور المستفاد من غيره ويكون فيه حرارة والصبر هنا شامل لأنواع الصبر الثلاثة الصبر على طاعة الله وذلك بأن يلزم الإنسان نفسه بطاعة الله وأن يرغمها على فعل الطاعة فلا بد من صبر على طاعة الله لأن نفسك أيها الإنسان نفسك إن أعززتها فقد أذللتها وإن أذللتها فقد أعززتها نفسك إن أعززتها فقد أذللتها وإن أذللتها فقد أعززتها نعم إن أذللتها لطاعة الله عز وجل فقد أعززتها ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وإن أعززتها بأن تركت نفسك تعمل ما تهوى وما تشتهي فقد أذللتها لأن المعاصي والذنوب ذل إذن الصبر على طاعة الله معناه أن يلزم الإنسان نفسه بطاعة الله وأن يرغمها ونفسك إن أذللتها لطاعة مرة ذلت لطاعات متعددة النوع الثاني صبر عن معصية الله أن يحبس نفسه عن المعاصي والمحرمات لأن النفس لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وها هنا ثلاثة أنفس نفس مطمئنة ونفس أمارة بالسوء ونفس لوامة فالنفس المطمئنة هي التي تحث الإنسان على فعل الخير وتنهاه عن الشر النفس الأمارة بالسوء على العكس هي التي تحث الإنسان على فعل السوء وترك الخير الثالث النفس اللوامة هذه النفس اختلف العلماء هل هي نفس ثالثة أو أنها صفة للنفسين بمعنى أن النفس المطمئنة من صفاتها أنها تلوم وأن النفس الأمارة بالسوء من صفاتها أنها تلوم على خلاف فالنفس اللوامة هي التي تلوم الإنسان على ترك الخير وفعل الشر وتلوم الأمارة بالسوء على ترك الشر وفعل الخير فالإنسان إذا حرص على أن يمنع نفسه مما حرم الله عز وجل هذا هو الصبر على معصية الله الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة فالإنسان يقدر الله عز وجل عليه شيئا من المصائب إما أمراض لنفسه أو لولده أو لزوجه أو تلف مال أو فقر أو نحو ذلك المصائب تختلف والواجب على المؤمن إذا قدر الله عز وجل عليه أمرا مما لا يلائمه أن يصبر وأن يحتسب الأجر عند الله عز وجل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن والإنسان إما أن يصبر صبر الكرام وإما أن يسلو سلو البهائل قال والصبر ضياء والقرآن عجة لك أو عليك القرآن هو كلام الله تعالى الذي أنزله سبحانه وتعالى على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل ليكون من المنذرين كما قال عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين القرآن حجة لك متى يكون حجة لك متى يكون القرآن حجة لك إذا عملت به وامتثلت أمره أو عليك إذا خالفته ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه ويقول القيام أي ربي ويقول القرآن أي ربي منعته النوم في الليل فشفعني فيه قال فيشفعان إذن القرآن حجة لك إن عملت به وحجة عليك إن خلفته قال الله عز وجل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ثم قال عليه الصلاة والسلام كل الناس يغدو الغدو هو الذهب في أول النهار كل الناس يذهب ويغدو في السوق هذا يخرج إلى تجارته وهذا يخرج إلى مزرعته وهذا يخرج إلى منجرته إلى غير ذلك كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها الناس كلهم يغدون لكن من الناس من يسعى في فكاك نفسه وشراء نفسه من الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤهم بالعباد ومن الناس من يبيع نفسه للشيطان والهوى وهذا عقوبته أنه في النار ولهذا قال كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها الموبق يعني الذي أوقعها في الهلاك والعذاب فهذا الحديث فيه بيان من النبي عليه الصلاة والسلام إلى فضل هذه الجمل أولا الطهور والتطهر في قول الطهور شطر الإيمان وقد جعل الله عز وجل الطهارة شرطا بصحة الصلاة فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين لا بأس أن نتكلم عن هذه الجملة من الآية لأهميتها يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة صدر الله تعالى هذه الآية بالنداء بوصف الإيمان يا أيها الذين آمنوا وتصدير الآية بالنداء يدل على العناية والاهتمام ثم أيضا توجيه الخطاب أو النداء للذين آمنوا دليل على علو شأنهم وأن امتثال ما وجه إليهم من مقتضيات الإيمان وأن مخالفته نقص في الإيمان يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ما معنى إذا قمتم إلى الصلاة هل المعنى إذا أردتم أو إذا قمتم فعلا أم ماذا الجواب اعلم أن الشرط الداخل على الفعل في اللغة العربية يرد في النصوص الشرعية على ثلاثة أوجه الوجه الأول أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل إرادة الفعل مع قرب وقوعه كما في آية الكريمة إذا قمتم إلى الصلاة أي أردتم قيام إلى الصلاة والحال الثانية أو الوجه الثاني أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل الشروع والتلبس الشروع في الفعل والتلبس وليس المعنى إرادة الفعل بل الشروع والتلبس ومنه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يعني الجمعة إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم فقول إذا خطب هل المراد إذا أراد أن يخطب أو إذا شرع في الخطبة نقول الثاني إذن المراد بالشرط الداخل على الفعل هنا هو الشروع في الفعل والتلبس به الثالث أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل الفراغ والانقضاء كما في قولي عز وجل فإذا قضيتم مناسككم أي فرغتم من مناسككم وكما في قول النبي عليه الصلاة والسلام في شارب الخمر إذا شرب فاجردوا تأمل إذا شرب هل المراد إذا أراد أو إذا شرع في الشرب أو إذا تحقق الشرب نقول الثالث إذا تحقق الشرب يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أي أردتم القيامة إلى الصلاة وهنا نقول إذا قمتم أي أردتم القيامة إلى الصلاة وهذا دليل على وجوب القيام في الصلاة والقيام في الصلاة ركن لا تسح الصلاة إلا به ولا يسقط إلا في مواضع سبق ذكرها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أل هنا للصلاة تفيد العموم وهذا يدل على وجوب الوضوء لكل ما يسمى صلاة من فريضة ونافلة وجنازة وغير ذلك فكل ما يسمى صلاة فتجب له الطهارة فإذا قال قائل ما ضابط الصلاة ما هو الضابط لما يسمى صلاة وما لا يسمى صلاة فالجواب أحسن ما يقال في الضابط أن كل ما تشترط له الفاتحة فهو صلاة وما لا تكون الفاتحة شرطا له ليس بصلاة فعلى هذا يخرج أو يخرج هذا الضابط أو هذا القيد يخرج سجود التلاوة وسجود الشكر فسجود التلاوة وسجود الشكر ليس صلاة لماذا؟ لأنه لا تشترط له الفاتحة والدليل على أن ما يسمى صلاة والدليل على أن ما تشترط له الفاتحة يسمى صلاة قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم اغسلوا هذا هو العضو الأول الذي يجب تطهيره اغسلوا أولا ما هو الغسل الغسل هو جريان الماء على العضو فخرج بقولنا جريان الماء على العضو خرج به المسح فلو أن شخصا مثلا أخذ ماء يبل ماء ويقول هكذا بوجهه فلا يصح هذا يسمى مسحا ولا يسمى غسلا الغسل لا بد أن يجري الماء القطرات تجري على العضو وقولوا اغسلوا وجوهكم الوجه ما تحصل به المواجهة وحده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا هذا حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا فكل هذا داخل في الوجه فعلى هذا الفم والأنف من الوجه ولهذا تجب المضمضة والاستنشاق اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق هنا قال الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق فقيد اليد سبحانه وتعالى بأن تكون إلى المرافق لماذا؟ لأن اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف إذا قل يد فالمراد الكف فقط والدليل على ذلك قال الله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله ويد السارق تقطع من مفصل الكف اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى هنا قيل إنها على بابها وأنها للغاية ولكن السنة دلت على دخول المرفق لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضع وأدار الماء على مرفقه وقيل إن إلهنا بمعنى مع كقوله تعالى وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ والأصل أن الكلام بل القاعدة أنه إذا دار الكلام بين أن يكون فيه تقدير أو بدون تقدير فالأصل عدم التقدير وهذه قاعدة نغوية نحوية كل كلام يكون دائرا بين أن تقدر أو لا تقدر نقول الأصل عدم التقدير ولهذا قلنا في معنى لا إله إلا الله إن التقدير لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله ولا نقول لا معبود بحق إلا الله وإن كان المعنى لا يختلف لكن من حيث اللغة هناك فرق لأنك إذا قلت لا معبود بحق بحق جار ومجرور والجار والمجرور لا بد أن يكون له متعلق كما قال الناظم لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي لكن إذا قلنا لا إله حق محتجنا إلى التقدير إذن نقول الأولى في قوله إلى المرافق أن نقول إلى هنا على بابها لكن السنة دلت على دخول المرفق لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقي ويدخل في الوجه المضمضة والاستنشاق فيجب على المتوضع أن يتمضمض والمضمضة هي إدارة الماء في الفم قال أهل العلم وتكفي أدنى إدارة إذا أدار الماء أدنى إدارة كفى والاستنشاق هو جذب الماء إلى الأنف والاستنثار إخراجه منه وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم امسحوا المسح هو أن يبل اليد ويمرها على العضو الذي يريد أن يمسحه وامسحوا برؤوسكم الباء هنا للإلصاق الباء هنا للإلصاق يعني امسحوا بأيديكم على رؤوسكم منصقين وليس كما قال بعضهم إن الباء هنا للتبعيض بعض العلماء الذين يرون أنه يجوز أن يقتصر على مسح بعض الرأس يعني يجوز أن تقول هكذا فقط يقول إن الباء برؤوسكم للتبعيض فعلى هذا امسحوا برؤوسكم يعني بعض رؤوسكم قال ابن برهان رحمه الله من ظن أو من قال إن الباء تأتي للتبعيض في اللغة العربية فقد جنى على اللغة لا ليس من معاني الباء في اللغة العربية أنها تأتي للتبعيض وأمسحوا برؤوسكم والسنة أن يقبل ويدبر يعني أمسح أن يمر يديه على رأسه مقبلا ومدبرا وأمسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين أرجو لكم أرجو لكم بالنصب عطفا على وجوهكم اغسلوا وجوهكم يا أيها الذين آمنوا إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم والوجه مغسول فتكون القدم مغسولة في قراءة سبعية وأرجو لكم بالجر عطفا على رؤوسكم والرأس ممسوح فتكون القدم ممسوحة وهذه القراءة فيها دليل على مشروعية المسح على الخفين هذا ما تيسر الكلام عليه في هذه الآية ونسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وأن يجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا وأن يجعلنا ممن وفق ويوفق لقيام ليلة القدر وينال عظيما الثواب والأجر وأن يختم لنا شهر رمضان بالغفران والعتق من النيران لواردين ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين وصلى الله عن نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر